مشوار بقى بخالتي سيد أحمد السبعوي طلعك في أول فيلم السينما بعد ما شافك الحركة يعني الحقيقة عملا بص بس بقولك كل حاجات دي انت عملت يعني يعني وبعدين عملا شوف انت بدأ من بدري قوي يعني سبعينات يعني طبعا اللي يعرف انك انت بدأت من خمس سنين يا جماعة صغيرة والله مش كبيرة بس هي عشان يعني بتبدأ بدري احنا عشان بنبدأ بدري ببانكوبار احكي لي بقى مشوار بدأ ازاي يعني التمثيل مش في ذهنك ولا انت خلاص عجبتك بقى لقيت نفسك بتغني وترقصي اه طبعا عجبتني اه طبعا عجبتني ولأ وبعدين اللي هو ايه بقى ولا كان فيه نموذج في ذهنك عايزة تعمليه لا خالص بس انا كنت يعني نايم عاكد كت في دماغك مثلا نيلي كت في دماغي مع التربية اه طبعا اه وان انا اتفرج على دي واشوف ده وكده اه طبعا يعني اكيد يعني لانه الكارير بتاعي وبتديت اه في اسبوتات بتنور كلا على كل حد جنبك يعني وانت بتفرج علي في تلفزيون فبتديت ترقبه على انه بيعمل كده ازاي مش مجرد معجب يعني عارف ازاي مجرد قد ايه فنان عظيم وبعدين زي ما قلتلك احتمال احتكاكي بالجمهور بدري من وانا صغيرة حسسني بمكانة الفن يعني ويمكن ده يا عمر الشوية ساعدني لما جيت عملت امو كلصون بس هسألك سؤال اه اتفضل وممكن ما اتجاوبيش اه اتفضل وسألت ولك كتير على فكرة على مدار معرفتنا البعض دخول البنت في سنة صغيرة في مجال الفن بيعرضها لاحتكاكات وبيعرضها لمشاكل لانها ممكن تكون مطمعة طبعا وممكن تكون يعني شايفين بنت زيارة وحلوة قدامهم ازاي كنت بنت وراجل في وقت واحد ازاي قدرتي انا انا عارف التفاصيل لكن انا عارف انك انت كنت قوية جدا ازاي قارفت تعمل حد الفاصل بين الفنانة اللي بتغني وتمسر قدامكو وبين اي انسان ممكن يكون طمع بيطمع في هذه البنت اللي قدامك وما انا بحب مامو بابا لي او كده حموك طبعا ما بعنيش يعني ما 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 يعني امنوا بموهبتي قوي بالرغم ان كانت ادخلاها عشان الفلوس يعني دخلاها عشان المعيشة انما لما لقوا في موهبة بجد يعني انا اذكر كتير جدا كانت ماما وبابا ياخدوا قرارات ان انا مش هروح المكان ده مش هروح المكان ده ليه مش هشتغل لو لقوا في اي شبهة لقوا كان فيه فلوس كتير فيه طبعا طبعا ما انا شاكده بقولك يعني انا دلوقتي حسيت قوي جدا يعني انا اذكر بابا في يوم من الايام قال لي اووي يعني البيس زي ما انت عايزة في حياتك اووي ابنك ولا بنتك يجبوه لك شريط فيديو ساعتها كان فيديو بقى شريط فيديو ويحطوه اهل جوازاتهم او اهل مراتاتهم ويقولك شوفك تلابسة ايه او كان بتعمل ايه وقواي تشتغلي يعني يكون ده مصدر الرزق يعني يكون ده الفلوس اللي بتاخدي بسببها يعني يعني خلي الموهبة اكبر ما تشتغليش بجسمك ولا بشكلك ولا بمنظرك خلي موهبتك هي بابا حطري الدستور يعني بابا حطريك الدستور في التعامل مع الغير طبعا اللقات ايه بقى ايه لقا اللقا كان مثلا حفلات خاصة مثلا لقا كانت بتبقى بمبالغ فضيعة لقا لقا يعني لو ما فيش غير مي الجنيف في البيت والله بجد يا عم فانا انا عارف شفت ده انا قلت عليك في قول ايه عصامية الحمد لله ايه تاني غير لقا موهبة تعليمهم برضو انا رجع وقولك ان ما كان ممكن يقولي ايه يعني وماما تقولي ايه يعني دي حاف وفعلا يعني انت لو بصيت فيها في اللي احنا بنشوفه دلوقتي انه كان ولا حاجة ما في اوتيل يعني بس في قاعة خاصة مثلا او فعلم ازاي فكانوا دي لا اه سفر مثلا اه سفر اعمل حفلات لا اه وبعدين على طول هما معايا يعني لحد ما كان عندي تقريبا 23-24 سنة يعني ابتدت الدنيا بقى لما حسوا ان انا خلاص يعني اه طبعا يعني لو خلاص حطوا فيك الاساس اللي هم عايزين والاساس وكانت ماما معايا ماما انا لن انسى ماما وكنت ابقى بصور في استوديو مصر وكنت لسه يعني مع الاستاذ فاضل في اول عمل او كده او عملين اه في اول عمل وكانت تفضل انا نايمة لاني بغني بالليل وكنت بقى من الافرح طبعا كتير وكده وماما يعني تعطي تشلي النموس وتبقى يعني محافظة على يعني فيه يا عمر حاجات لقطات كده ما بتتنسيش يعني لاني دي حماية وانها تفضل جاية معايا الشغل وخليه بلا دي حماية ففي الحا في الاحوال دي كلها يعني 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 ربنا الحافظ الاول بجد لاني كان ممكن برضو اني يعمله كده انا ما عجبنيش كده فانفصل لوحدي وزي ما كله اللي بيعمل وعيب بيعمل بيت لوحدي والموضوع خلص يعني وتبقى ماما وبابا هاي باي يعني انا كمان انا قلتلك نرجع مرجوعنا الكبير كل العيلة احنا عائلة فنية ولكن بيتوتية جدا ما نعرفش نعود في بيت مزدحمة يعني ما نعرفش نعود في بيت بارد فاهم يعني لازم نعود الجد والجدة والولاد والاحفاد وكله قاعد الحمد لله رب العالمين يعني دي وكل ولاد خلاتي وكل ولاد اعمامي كلنا كلنا مع بعض ما فيش تفرقة ما بنتفرقش خالص يعني طيب التمثيل بقى جيد ازاي بقى يعني اشتركوا في القناة